ناشدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين كنائس العالم والمؤسسات الدولية إدانة الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس دعية إلى اتخاذ مواقف جادة بعدم المست بتلك المقدسات وتوفير الحماية الدولية العاجلة للأماكن الدينية في البلدة القديمة كما استنكرت اللجنة بشدة الاعتداء الذي اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وما رافق ذلك من تخريب وتحطيم لمحتوياته وقالت اللجنة في بيان أصدره رئيسها الدكتور رمزي خوري إن تكرار الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس تأتي في سياق الحرب الشاملة التي يشدنها الاحتلال والمستوطنون المتطرفون على الأماكن الدينية في المدينة المقدسة لفرض أمر واقع عليها